عسلام ومرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية مثل اليوم النائب المجمد وعضويته عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بحالة إيقاف بتبيعة وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتتاول على القضاء والمس من معنوية الجيش الوطني والاعتداء لأمن الدولة الغارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني وأيضا بالقضية المعروفة بقضية احتلال المطار وهذا وفق ما قالوا الناتق الرسمي إذاعة موزيك FM وكان قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقة إذاعب السجن في حق سيف الدين مخلوف على إثر خلاف بينه وبين مساعده كيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية رفض نيابته كمحامي عن نائب المجمد نضال السعودي كما قررت المحكمة أيضا أنها تنظر في مطلب الدفاع عن سيف الدين مخلوف وهو مطلب طعن في بطاقة الإيداع نظرا لانتهاء الصلاحية متاحها ومطلب ومتقدم به أيضا لوقف الإيداع وإطلاق صراح سيف الدين مخلوف وأبقاؤه في حالة صراح أثناء استكمال الأبحاث معاه وعرضه أمام العدالة في موعد الجلسة اللي باش تقدموا الأسبوع القادم في النهاية ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد